السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل وطن وخارج الوطن الناس لهم معنا وقلوا لكم مرحبا بكم في قناة شوبر دي زاد اليوم الحصة تعنا وين غادي نتكلموا على يوسف بليلي بعد إرهاقه لدفاع المنتخب المغربي بليلي أصبح مطلوب رقم واحد لدى المدرب العنابي يعني وين دال له صوداء في الرأس يعني وين اعتراف من المدرب بتاع قاطر يعني ويضا خايف مبليلي خايف مبليلي ناسي بنجح ناسي إبراهيمي غادي شوف وينما تدور غادي تصيب كن حلمي ويني طايح على واحد شا غادي تربط غادي تشوف واحدة وعشرة جايينك شوف غي واحدة بصع عشرة غادي يقرسوك ما تنجم تلقاه تمريرها حاسمة من عند كيسمو من عند مبولحي كيما جات البنت تعب ليلي تمريرها حاسمة من عند كيسمو التعنى من عند مبولحي يعني تمريرها واحدة من عند مبولحي بط بند أي طلع فركة الأرش فركة العشبرك فركة تعرضونا وتندمو كيما تعال إيفا عرضونا صابونا في الفينال غادي تتعاود الإيفا وصلوا الفينال احنا نوصلوا الفينال هذه المالتالي هذه مشي قضية مننا ولا مليها احنا مسعى ما بقي شيء احنا غادي نربحوه يعني بكل تأكيد سوف ننفوز بالمباراة مهما كانت القوات على المنافس مننا ما عقب أناش احنا غادي نربحوه مهم يسمونا غادي نربحوه يان نربحوه يان نربحوه العيب معاكم كيزو سوالح يان نربحوه كعس العرب يان خسروا العرب كيما بغيتو انتم ما شاكم باغين باغين تربحونا نقول ندافعو عليكم مصر ولكم مشاكل ندافعو عليكم ولكم باغين تخسرونا هذا روبرت وانأكد المهاجم يوسف بليلي علو كعبه في المباريات الكبيرة بعدما سجل هدف سيبقى خالد في تاريخ كعس العرب ضد المنتخب المغربي وارهق المهاجم النادي قطر قطري دفاع وسود الأطرس بتحركته على الجهة اليسرى ثم في مركز قلب الهجوم مع بداية الشوط الثاني ليصنع الهدف الأول بعد عرقالته في منطقة الجزاء ثم يسجل هدف ثاني في الوقت الإضافي يعني وينسجل هدف يعني شارف كبير للمدر للحارس تاريخي يعني الهدف تعبليلي الاسم تعزنيتي هذاك لاصق في الهدف تعبليلي هكتشوف الناس قاعدة يتعطل بلايلي سجل لمن سجل المغرب كما مورا لكم قاعدين تنذكروا معنا المغرب لكم تنذكروا معنا تمركم معنا مكاش مشكل الشعب المغربي قاعد ينذكر معنا بلايلي بغا يرمي بغا يرمي يعني كما بلايلي بغا يرمي بغا يرمي الاسم تعزنيتي بان يعني هدف يبقى خالد في الذاكرة تع أي جزائري ولا أي مغربي ولا أي عربي كان يشوف ذلك المباراة شو كيفاش وسيقود اللعاب الجزائري الهجوم الخض ضد قطر وسيكون مطلوب رقم واحد من المدرب العنابي صنجاز الذي لم يتوانى في فرض الرقابة اللاسقة على بلايلي لحد من خطورته وهي المهمة لن تكون سهلة على الدفاع القطري بسبب حصم احتفاظ بلايلي بالكرة وقدرته على المراوغات حتى في المساحات الزيقة يعني ما ضرب الجزاء التي كسبها ضد المنتخب المغربي في المباراة السابقة إلى خيار دليل إلى خيار دليل على ذلك وإن احنا نشوفه بلايلي يعني غادي تكون عليه رقابة يعني بلايلي غادي يربح يربح الهجوم الجزائري يدين له يصنع له مساحات وين غادي تكون رقابة يعني يزوجه لثلاثة وين بلايلي كي يزغد غادي يزغده معه ثلاثة هنا بلايلي وين غادي يخدم ذكاء التاعه في المباراة يعرف كيفاش يجبد معه ثلاثة يقدر بيتحرك واحد يجبد ثلاثة يعني لا لعب بنجاح بنجاح غادي يقول لي يحوز كيفاش يخلي يمسح يدير مساحات البنجاح يدير مساحات الإبراهيمي خاصة إبراهيمي بالانطلاق تقعه بالكورة وين يحوز على مساحات شوف إبراهيمي كي ينطلق بالكورة تكون في رجله وين يجري بالبولة بصح يصنع مساحات يصنع لي كيروال يعرف كيفاش يصنع لي كيروال وين هذي على باك إلا كانت رقابة لاثيقة على بلايلي يعني التحركات تاع بلايلي راهي راهي فايدة للمهاجمين أمزل بنجاح وكيسموه تاعنا ياسين إبراهيمي هذه هذه حاجة ملاحق يمكن غدوة يمكن اليوم بلايلي ما يتوشيش البولة بالزاب بصح يكون مؤثر في المباراة لا يكون مؤثر في المباراة ديفوه غيم مثال احنا نهضروا ونقولوا اوه بحرزك عمابانش احرز مشي مابانش بحرز ديفوه يكون مراقبة عليه وين يجبد على جيار على الاقل يجبد من أهزود ثلاثة يجبدهم كيين طالق يجبد من غاد يكونوا مساحات ميسي في البارساكي باش كان تشابيين يستكنوا يمركو على كنوا يمركو خاش ميسي كان يصنح لهم مساحات بيدون كورة كيين طالق على جيه يعني رح يجبد يجبد عليهم يجبد مدافعين يصنع يصنع صغارات احنا يمكن بلايلي غدو ان شاء الله ما يديرش خاطر بالكورة ما يديرش خاطر بالبولة بصح غاد يكون خاطر على الدفاع بالتحركات التوعو يعني غاد يخدم الذكاء التوعو كيفاش يجبد معه على الاقل يجبد معه زوج ثلاثة مدافعين وين يسمح يصنع صغارات للزملاء التوعو هذي وين مليحة فانيك على البنا وزيد القارديان 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 تعقاطر قال لهم أنا منها ما نخرش أنا كي نشوف بلايلي اشتبتح أنا خاف ولي حاجة بالفوق أخايف ولي حاجة بالفوق تهود عليها أخايف ولي حاجة بالفوق ذو غادي يقول لي شوف اسمه القارديان تعقاطر لو كيقول لي اسغي في اسمه كاش عاجة تهود مع اللي طائرات رايحين وجاين غادي تسمع ويقول هذه حاجة مهودة عليها غادي كيما هاكا إن شاء الله يا ربي هذا الفرحة لي فينا من نهار السلط وحنا فرحانين إن شاء الله تكمل إن شاء الله يا ربي هذا الفرحة تكمل زيتمشينا فانك مورال طلع نشوف الهدف تعبليلي طلع المورال لقاء جزيريين ويما كان جزيري طلع له قال المورال مورال طلع سماء بلان ناس قاء صبحت تمليحوا كل ظهل قاء ناس صبحت تمليحوا ناس قاء صبحت تصحك من نوقع ويبق بالحد الصباح ناس قاء نقلق يروع راح ويخدم ويخدم ويقصر 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 كل وعده كيفاش ناس فرحانة على ذلك إن شاء الله بربي نشوف يعني اليوم فانيك نشوف فانيك المنتخب الوطني يكون عند حس نظر جماهي الجزائري وإننا دائري كبير يعني يكون فيوس مكاش ربي بارك إن شاء الله وأنا أتبالي برلي يشوف هذي قاطر ربع ساعة اللولة ينقذوا عليهم ربع ساعة اللولة ويكونوا مسجلين لأن يدخلوا تحت ضغط كبير وعدم التركيز هذي قاطر هذي قاطر مباريات من الوزن الثاقيل ما لعبوش تلقى وغب مباريات خفاف من شيء شيطان يجدون جزائي أنت بس تخسر أنت جزائي تخسر كما تهي مباريات ويجدون أنت تبرح على ما يسمونها سوزان و لوزان و كوزان و كما تخاف من موزة و لا لا يجدون أنت 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 لا أحب من أنت أنت نب 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 أنت يوجد أنت حيث أنت أنت قاطر أنت يوجد أنت قاطر سمح أنت 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 لم أنت حيث أنت لم أعرف هذه هي ما عرفتوش ما عرفتوش كيف ستخطونها نقول لكم متى يا ليقا